صباح الخير يا حلوين عاملين ايه؟ النهاردة فيديو جديد هرديكم في بدايل لألم دمج الرصاص علشان وصلتني شكرة كثيرة انكم مش لقيينه في المكتبات فلو حبيتوا الفيديو ده وشفتوه مفيد ما تنسوش تدعموني بأكبر عدد من اللايكات وتشيروه بين صحابكم علشان يعرفوا البدايل دي وبس كده يلا نبدأ زي ما انتو شايفين انا قسمت الورقة لكزا حتة وظلتها بالرصاص وبحاول ان الرصاص ده يكون نفس الدرجة تقريبا في كل المناطق علشان نعرف نعمل المقارنة وعلشان نعمل المقارنة هبتدي اظل الاول قطعة بألم الدمج ألم الدمج احنا اتكلمنا عنه كتير قبل كده وعملناه مع بعض في فيديو هسيبه لكم في صندوق الوصف صراحة هو اكتر حاجة مناسبة ان انت تظلل بالرصاص مش غالي ابدا بس تقريبا مش موجود في كل المكتبات علشان كده رسمين صعب يلاقوه فده شكل الورقة بعد ما دمجنا الرصاص بألم الدمج هنبتدي دلوقتي نشوف البدايل نشوف اذا هتدينا نفس النتيجة ولا لا اول بديل لألم الدمج وأسهل حاجة تقريبا ممكن تلاقيها في ريتك هي المناديل مناديل عادية جدا سواء بتاعت الحمام او بتاعت المطبخ او اي مناديل انا شايفة ان المناديل بتدمج كويس جدا وتقريبا شبه ألم الدمج بالزبط مشكلتها بس ان انا بحس ان صعب تدخل في المناطق الدقيقة بالمناديل يعني شوية صعب التحكم فيها غير كده في المناديل هي اسهل بديل لألم الدمج ممكن تلاقيه في البيت تقريبا بيديك نفس النتيجة تاني بديل لألم الدمج هنجربه مع بعض هو الفرش سواء فرش ميكاج او فرش رسم الاتنين هيمشوا معاك وتزليل الفرش انا شايفة ممتاز جدا وبيدي ظل ناعم وحلو جدا مشكلته بس ان الفرش بتاخد وقت طويل علشان تدمج يعني بدي انك تمشي ايدك على الرصاص فترة طويلة غير كده فالفرش ممتازة جدا وبديل تقريبا بيغنيك عن ألم الدمج وبالزبط فرش المكياج هتلاقوها متوفرة في المحلات بتاعت الاكسسورات فسهل جدا الحصول عليها تالت بديل برضو سهل ان انت تلاقيه واكيد هو موجود في بيتك دلوقتي هو الاعواد بتاع تنظيف الاوزن القطن اللي فيها ده بيدمج الرصاص وبيدمجه كويس جدا وكمان العود بيكون صغير فتقدر توصل للمناطق الصغيرة في الرسمة فالقطن برضو بديل كويس جدا لألم الدمج وزي ما اتفقنا هو موجود في كل حتة تقريبا رابع بديل لألم دمج الرصاص هو ألم دمج البستل غالبا لو ما عندكش ألم دمج الرصاص فانت كمان ما عندكش ألم دمج البستل بس انا حبيت احطه في الفيديو ده علشان هو بيدمج الرصاص كويس جدا فلو لقيته بالصدفة في المكتبات او في اي حتة ممكن تجيبه كبديل لألم دمج الرصاص هو كمان رخيص جدا ومش بيكلف خالص بس زي ما اردت لكم مش مشهور ومش سهل ان انت تلاقيه في المكتبات اما البديل الخامس لألم الدمج هي الأسفنجة بتاعت المكياج اللي بتيجي غالبا فعله بالأي شادو الأسفنجة دي فجأتني انها بتدمج الرصاص حلوة جدا وتعتبر بديل كويس لألم الدمج ده كده كان الخامس بدايل اللي موجودين عندك تقدر تستعيب بيهم عن ألم دمج الرصاص شخصيا انصحك اكتر حاجة بالفرش والمناديل بحس انهما بيدوك ظل ناعم جدا وكده خلصنا النهاردة يارب يكون الفيديو مفيد وعجبكم واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله السلام عليكم